وقعت مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة برنامج العمل السنوي بين الجانبين لتمويل التجارة في مصر لهذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار ويأتي ذلك في إطار التعاون الذي يتم بين المؤسسة ومصر والذي تقطى 13.8 مليار دولار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة فصل جديد من التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بتوقيع برنامج العمل السنوي بين الجانبين لتمويل التجارة في مصر لهذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك استمرارا للتعاون الذي يتم بين المؤسسة ومصر والذي تقطى 13.8 مليار دولار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة المؤسسة طبعا كان فيه دعم هذا العام لهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة العامة للبترول في مجال دعم توفير المخزون الاستراتيجي الأساسي بالإضافة إلى دعم طبعا قطاع مهم جدا وهو قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة العام الماضي كان عام استطعنا في بلوغ نسبة تمويل عالية جدا وصلنا إلى أكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي لصالح جمهورية مصر العربية والبرنامج الجديد حقيقة برنامج واعد ويتضمن قطاعات جديدة كثيرة بيركز فيها على الشباب والمرأة بيركز فيها على الجانب التصديري بشكل كبير أكثر برنامج العمل السنوي لعام 2022 سينقسم لجزئين الأول تمويل التجارة لتوفير احتياجات مصر في قطاعي البترول والتموين والثاني تنمية التجارة وتطوير الأعمال بالتنصيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ البرامج والفعاليات المقررة في مصر والتي تضمن دعم المصدرين المصريين ما يتميز بالتمويل من المؤسسة الإسلامية أنه بيبقى دائما لسلع استراتيجية وبالتالي في الوقت للنهاردة سلاسل الإمداد العالمية فيها بعد الضغط فتوافر تمويلات لمسندة مواد استراتيجية سواء كانت بترولية أو مواد غذائية بتعتبر نقلة مهمة جدا تعاون مهم بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية خاصة هذا العام بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكل ذلك يأتي تأكيدا على الدور الذي تقوم به مصر لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين